اشترط النظام المغربي لتطبيع علاقاته مع اسبانيا مزيدا من الوضوح في اشارة منه لموقف مادريد تجاه صحراء الغربية خاصة انها المسؤولة تاريخيا عن النزاع بعد تسليمها الاقليم للرباط يقول ياسم حمدي في خرجة تعكس تخبط المخزن المتحدث باسم الحكومة المغربية يدعو الحكومة الاسبانية الى ابداء موقف اكثر وضوحا اتجاه قضية الصحراء قبل اي تطبيع للعلاقات الثنائية تمسكت اسبانيا بالقانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ولا زالت اسبانيا تعترف بجبهة البوليزاريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي وفي اخر تجمع لوزيرة الخارجية الاسباني مع وزيرة الخارجية بلينكين الامريكي منذ يومين اكدت اسبانيا على ضرورة ايجاد حل لنزاع الصحراء الغربية دائما احتراما لمواثيق الامم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا التحركات المغربية البائسة تعكس في اسم افتكاك اعترافات دولية بالسيادة المزعومة للصحراء الغربية خاصة مع تراجع الادارة الامريكية عن دعم اطروحات الاحتلال ادارة بايدن في تراجع واضح عن قرار ترامب وادارة بايدن اعلنت بدعمها للمبعوث الاممي للصحراء الغربية لاجاد حل يضمن حق تغرير مصير الشعب الصحراوي كذلك نرى ان الدربات الدبلوماسية تأتي من حليف مهم بالنسبة للنظام المحتل المغربي وهي فرنسا التي ايضا اعلنت عن دعمها للمبعوث الاممي لاجاد حل هذا النزاع وكذلك استقبلت جبهة البوليزاريو في البرلمان الفرنسي كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي تحرك الصحراوي الانتصارات دبلوماسية وعسكرية وسياسية متتالية جعل المغرب اتلقى ضربات تلو اخرى كل هذه التحركات وكل هذه التصريحات من طرف النظام المحتل المغربي تعتبر محاولة للتصدي للحضور القوي لقضية الصحراء الغربية على الساحة الدولية والدعم الواضح الدولي لحل يضمن حق تغرير مصير الشعب الصحراوي فالنظام المحتل المغربي اليوم نراه يتلقى ضربات دبلوماسية مهمة يبدو ان النظام المغربي خسر جميع اوراق لحسم القضية الصحراوية ولم يعد امامه الا ورقة التطبيع لان الحق سيعود لاصحابه الصحراويين مهما طال زمن الاحتلال